ولكن أنا في الآخر، سأقول لها، في آخر الحلقة، إيجابيات أنها تتجوزوا وسلبيات أنها تتجوزوا في السر، صحيح؟ قصة هي وفي العلناء، دعونا نمسك واحدة واحدة هي دلوقتي أنا بقول لها، وأنا ستة أكبر منها، وعندي خبرة، وبقالي أكتب من 20 سنة بشوف مشاكل حقيقية وقصص حقيقية في الأماكن اللي بشتغل فيها، وفي التليفون وونلاين وفي كل حتة وبنشوف فيها الدراما، وبنشوف فيها صحاب وماعرف وكذا سبعت علمياً يا بطلتنا أنيش حاجة اسمها جوز في السر يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ يا حم تتي جوز في السر، وفي مليون احتمال لمليون ظرف إنه الأشخاص اللي يهموكي إن هم ما يعرفوش يعرفو طبعاً أنا مفيش حاجة اسمها لإنه بطبيعة الحال مفيش سر بيطلع بره اتنين فيش سر بيطلع بره واحد، ده اللي أعرفوه طالما سرك طلع منك ووصله، هو ليه حافظ على سرك وانت ما عرفش تحافظ على سرك حبيب لازم تبيعامل حسابك؟ طبعاً يا أستاذة مونع إلا أمك طبعاً عشان ما لا تدريبش يا أستاذة مونع إنه فيه احتمال ولو واحد في المليار إنه يحصل ظرف يخلي الموقف أكبر منكو طبعاً وهيترتب عليه عواقب أكبر منكو هيتجرح فيها بقى مشاعر ابنك طبعاً مشاعر ولاد جوزك المتوفي مشاعر ولاد جوزك اللي هيبقى مفروض جوزك مشاعر مراته حاجات كتير قوي هتبقي صدقيني مش قدها طبعاً أنا أريد أسألك على حاجة قبل ما تسأليه فمع إني أنا كدكتورة أمل محسن استشاري استحان نفسي وكإنسانة وكإمرأة وكأم وكنموذج ضحة كتير علشان ما تحطش في ده ولا حد يتحط في ده ولو عاد بي الزمن تاني هعيش نفس التجربة ولكن مش ده مش معناها أنا بقولها إحرائي حياتك وضحي زي لا مش معناها أن أنا معودش هزلي 24 و20 ساعة أن أنا تعب مش معناها أن أنا ألاقي نفسي عندي وكبرت يا محسن وربيت يا محسن وعملت يا محسن زي ماماوي بتوعد تعملينا وقعدت جنب الحلل وعملت لكم ما فيش أمة بتقولش كده ليه؟ أنا عايزة عمش ريكوروجيات الأمة مطلقة أو أرملة أو أي حاجة مين قال يا ستة؟ كل الأمهات في جملة ضحيت عشانكم وعملت عشانكم وتزلت عشانكم في جملة ثانية أحلى بقى سمعتها قبل كده؟ أنا عايشت حياتي كلها وسط الحلل بسببكم دي جديدة أنا مابتي بتعلي عكل لا أنا بتعلي عكل بتعلي عكل بتعلي عكل مابتي بتعمل لأي عايزاء دي ستة لكل أصل أنا بسعب إيه الحلل يعني لازم الأم ضحيت أو ما ضحيتش لازم هقول المصطلح ده لو أنا لقيته؟ أسوأ الأمة في القرآن وفي السنة وفي جميع الأديان إيها وضع مختلف كأم قرنة الجنة تحته أقدم الأمة هنا كما تتبست يا ستة وتسبينا نعيش ثانية واحدة بقى سيشان ما نتوهش من بعدينا ولا نتوه الستة الغلبانة دي فأنا عايز أقول لها ليكي كل الحق إنك تحبي ليكي كل الحق إنك تتحبي ليكي كل الحق إنك تتجوزي ليكي كل الحق إن كنت أدرب لك تعظيم سلام ليكي كل الحق إنك تعيشي حياة كريمة بس ليكي كل الحق إن أنت ما تصحيش من نوم تلاقي نفسك عندك خمسين ستين سنة والعيالك جوزت وعدة لوحدك بتشحتي اللي يوديكي للدكتور ولا اللي يقعد معاكي شوية ولا يخرجك خروجة ولا يوديكي مشوار ولا 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 لأنه ده ناسك مش معناه إن أولادنا وحشين ولا إنه لا صحابه كان جاري عليه سنة كونية الدنيا كده